حالة من اللغة والجدل تسود المساجد المصرية تتعلق بصلاة التراويح التي يحرص الصائمون على أدائها طوال الشهر الكريم الجدل جاء بعد قرار اتخذه وزير الأوقاف الأردني بزيادة عدد الركاعات في صلاة التراويح صلاة التراويح في الأردن وتقييدها إن كان لي الأمر ذلك بها ونأمت لكنه ارتكب أمرا فيه تضييق على المسلمين أما في مصر هنا فالأمر فيه ساعة والحمد لله رب العالمين أن هذا أولي الأمر إلى أن يصل إلى هذا القرار بأن يترك الأمر مباحا على حسب قدرات الناس واختلاف طاقاتهم وزارة الأوقاف المصرية من جانبها لا تلزم المساجد بعدد ركاعات محدد في صلاة التراويح التي تبلغ 11 ركعة يؤديها المصلون بعد صلاة العشاء من كل يوم طيلة الشهر الكريم المهم في الأول والآخر أنت بتقرأ الدقيه يعني بتقرأ في 8 ركعات هل بتقرأ جزء؟ وفي العشرين ركع بتقرأ جزء؟ لو تقرأ جزء في العشرين برم فيها شيئا مشكلة إنما المضوع أن التحديد ده هيبقى صعب شوي أهم حاجة إنك ما تطلش أكتر من جزء في الإراية بتاعة صلاة التراويح على السن بيقى فيه ناس كبار فيه ناس مرضى في السن فيه ناس عندها شغل العيمة الأربعة محددين العدد المهم الشفاء بس عامل ثمانية وحنيفة عامل عشرين المهم مالك ستة وثلاثين 8 ركعات كويسين لكن 20 ركعة أما يشلط فيهم يعني شغله بسرعة لكن 8 ركعات كويسين يصلي أربعة ويقول الحديث وبعد ما يقول الحديث يستنى شوية مساء يقول يصلي الأربعة التنين فيهم راحة بينهم يعني كده مع حلول شهر رمضان تمتلئ المساجد المصرية بعمارها من المصلين خاصة في صلاة التراويح التي يحرص كثير من الصائمين على القيام بها بعد انقضاء ساعات الصيام الطويلة يسين النجار اليوم على الحرة القاهرة